السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبق جديد ووصفة جديدة على القناة. اللي سندره اليوم هو كفتة ديال السردين. كان ناخده كفتة السردين. كان لديه سنسول. كان نحايده دك القشرة الفقانية. كان طحنوة مزيان. عدنا هنا الشحمة. قريبا احد زلافة ديال الشحمة. زلافة عادية ممين. بصلاة كبيرة. مش لضرقيقة. او نحكوها. اه قزبورهم مع دنوس. ربيطة ديال قزبورهم مع دنوس. المليحة. قزبور يابس. قرفة. اه ثومة. اه خرقوم. سكين جبير. حمارة. بزار. اذا هدو ما التوابين اللي عندنا. وغادي ندوزو ده باش ندمجو هاد العناصر بعضياتها. اذا غادي الكفتة كيف ما كتشوفوه. كانت عندنا جوج قيلو ديالة السردين. منقيتها مزيان. اه حيدنا لها كيف ما قلنا السنسول وحيدنا لها ذاك القشرة اللي كانت تكون ديالة السردين. زلنا البصلة. حد زلافة سعى البصلة. زلافة ديالة ديالة البصلة. البصلة هنا مصلة البصلة كبيرة. اه مش لضرقيقة. درس هنا في العشوار. بجة رقيقة. اه قزبورهم مع دنوس. فهد الكفتة هادي كتجي. اه ما فيهاش نكها ديالة السردين. باللي احنا ندرنا السردين نهائيا. كتجي فقط. بحالي لا ديرين الحم. ناس اللي ما عرفوكش اش در السردين كي يأكلوا كي يسحبوش كي يأكلوا الحم. اه هنا تحمارة. كن باش الملون. هنا واحد معلقة كبيرة تحمارة. وفي الاخر هنزيد تحمارة لنا اللون مجانيش ده كله اللي بغيت لي ما بغايش يزيده مبابلاش. لكننا في الاخر غادي نزيد واحدش فيها. اه نص معلقة على الوزارة. لحسب الحر نزلت شوية. معلقة سها راح يتلحسب نكها ديالة الحر اللي كي يبغي شوية الحر. لما بباس يقول يبغي يزيد من السوداني يقدر يزيدها. اه عندي هنا شوية اه عندي معلقة ديالة سكينج بير. خرقهم هنا خرقهم بلدي. وهذا التومة. هذة معلقة كبيرة ديالة التومة. لحكوكة. وغادي نزيدو آآ القرفة. فهد القرفة يلي كتحي يدينو كتغيرنا ديك النكة ديالة الحوس. ديالة خب ما بين جوج مع لق كبار ديال القرفة. المهم لحسب الحوس اللي عندنا ولحسب القرفة ديالكم كيفاش دايرة جوج مع لق سلت لازم. وفي الاخير غادي نزيدو مليحة طبيعة الحالة على حسب الضوقة. وغنزيدو القزبة ريابس. القزبة ريابسة هو كنبغي هو واحد الكمية زايدة شوية. اه تماما بين جوج مع لق سلت لازم. اذا عندك القرفة والقزبة ريابس مهم من مهمين مهمين في هاد الوصفة. اه صافيو كندمجو هاد العناصر كاملة. اه بحال اب هاد التوابل هادي باش كن كنجي ديك الكفتة كتجي مغيرة وما كتجيش اه في ها ديك النكهة اللي كتكون ديال السر دي. ما ذكرتش الكامون لان الكامون كيعطنا ديك النكهة كتكون ديالة الحوت فما درش ما درناش الكامون اللي بغا يدير يدير واحد رويه يصنعي القاة اللي بغا يدير. كيف ما قلت لكم قبيلة زيت هنا تحمارة لان جاني اللون شوية ما شيدك اللون اه اللي بغيت في الكفتة فزيت هنا واحد شوية ديالة حمارة. صافي كنقاسة كنخلط العناصر كلها وكتندمج بعضياتها. وكندوزو باش نبدأو نحرب له هاد الكفتة وكنشكلوها بالطريقة اللي بغينا. سواء نحري بلاس او سواء نديرو مقريسات مدورين كل واحد كيفاش بغا هاديك الكفتة. كيف ما كنتشوفو الكفتة كيفاش ديالة. هنا شفا ما شي شي كفتة اللي قد تكون متلوقها ولاش حاجة كيفاش ديالة. لانا كن اه كيف ما قلنا كننقي الحوث مزيان سرديل مزيان. وكننخليه كي تسقطر مزيان. وكننطبع للحال التوابيل اللي درا. هنا يا كيفاش درت اه دستم حري بلاس. كملتهم وغادي ندوز باش نشويهم. يبغي يديرون فوق الفاخر يديرون. انا فقط درسهم غير في المقلاة. اه فدرسهم بهذه الطريقة. اه ما كيجيو زوينين. ولكن من الاحسن الاحسن والفاخر. شوية سيدي والفاخر وتشنشيط. كيجيو اه اخطر والد وكيجيو واري. ولكن بنسبة لي انا ياس عملت فقط غير اه المقلاة. كنت مزروبة وعرف صول مفرط مات وسمي سبع ما كان الاحسن درس غير الشو هذا المقلاة. ولكن كانوا جو زوينين. اذا اذا هو الطبق اللي تقاسمت معكم اليوم كنتم نتمنى انكم تجربوا. كيجيوا زوينين كيجيوا اه اه اللداد. اه وكنت استفدوا من سردين اه بطريقة اخرى. وهذه هو الطبق النهائي. فأه كتبنا أن هذا الطبق يجبكم وإن شاء الله نتواصلوا مرة أخرى في أطباق جديدة على القناة وإن شاء الله القادم أحسن إن شاء الله فتحية لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا